عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس لقاءً مع رئيس البرلمان السويدي بير ويستربرغ الذي يقوم حالياً بزيارات رسمية للمغرب مرفوقاً بوفد برلماني إنهام يضم ممثلين عن نجان الشؤون الخارجية والمالية والنقل والتواصل والشغل التقنا اليوم بسيد رئيس البرلمان السويدي وبأعضاء لجنة المالية في البرلمان السويدي وكان نقاشاً غنياً حيث نقاشنا مجموعة من الإصلاحات التي قام بها المغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فكانت تبدو الأراء كان من بين الأسئلة التي طرحت عنينا ما هي الإصلاحات التي قام بها المغرب خاصة على المستوى الاقتصادي وكذلك ما هي الإصلاحات التي قام بها المغرب للحد من عجز في الميزانية فكانت أجوبة سادة النواب في هذا الميدان بأن المغرب قام بإصلاح نظام المقاسة وشاركنا كذلك للتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي أشهد بالإصلاحات الاقتصادية المغربية الذي استطاع أن يحافظ على التوازن الاقتصادي على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وكان رئيس البرلمان السويدي قد سلم مؤخرا لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين كريم غلاب ومحمد الشيخ بيد الله نسخة من المعاهدة التي أبرمها المغرب والسويد سنة 1763 في عهد السلطان محمد بن عبد الله مع ملك السويد أنذاك لحماية السفن السويدية من القرصنة وإقرار السلم وتطوير التجارة